مع بداية شهر نوفمبر تشهد عدة دول في المنطقة موجة من التقلبات الجوية تستمر لمدة أربعة أيام على التوالي مصحوبة بمنخفضات جوية قد تجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية في بعض المناطق في ليبيا ومصر تقترب منخفضات قوية من السواحل ما يزيد من احتمالية الأمطار الغزيرة والسيول في المناطق الساحلية ننصح بتوخي الحذر أثناء التنقل وتجنب المناطق المنخفضة في العراق والأردن من المتوقع أن تبدأ موجة من الأمطار المتوسطة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مما قد يؤثر على حركة السير والرؤية الأفقية أما في السعودية فمن المحتمل أن تشهد بعض المناطق الشمالية والغربية زخات مفاجئة مع نشاط للرياح المثيرة للغبار ما قد يغير الأجواء بشكل ملحوظ تابعونا لأحدث التوقعات وتفاصيل دقيقة حول حالة الطقس وكونوا على الطلاع دائم لضمان سلامتكم خلال هذه الأجواء المتقلبة ترجمة نانسي قنقر